مع قلة الألعاب في فترة الأخيرة حبينا نعطيكم شريحة مختلفة من الألعاب المجانية اللي تقدرون تحملونها الآن وتلعبونها على هجهزتكم بدون ما تدفعون أي شيء تماماً بعضها بتكون بس على جهاز واحد معين والباقين على أكثر من جهاز طبعاً من فترة صوينا قائمة فيها عشر ألعاب فإذا ما حصلت شيء مرة معروف هنا فأعرف بأننا ذكرناه في القائمة السابقة فخلونا الآن نبدأ مع أول لعبة وهي راكيت ليج إجمال لعب كرة القدم مع السيارات وتجيك أحسن لعبة تنافسية راح تتحكم فيها بسيارة وبتقعد تضرب الكرة حتى تحاول توصلها للمرمى وخصمك يحاول ردعها ويرجعها لمرماك تقدر تلعب واحد ضد واحد أو ثلاثة ضد ثلاثة وأكثر اللعبة شقت مشوار طويل من جزئها الأول اللي اسمه Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars وأول ما نزلت راكيت ليج كانت مجانية على البلاي سيشن بلس لفترة وبعدين حققت نجاح كثير على أكثر من جهاز حتى جت شركة Epic Games وشركة فريق Cyanix وخلت لعبة راكيت ليج مجانية على كل المنصات يوكيو دول لينكس لعبة كروت يوكي متوفرة على البي سي والأجهزة الذكية ونظامها قريب إلى حد ما من اللعبة الأصلية وبتكون طاقتك في اللعبة 4000 بينما عدد الخانات حقاة الاستدعاء والوحوش والأفخاخ تم تقليلها من 5 إلى 3 وحجم مجموعة الكروت اللي بيدك هي أيضا أقل بحيث بيكون معك من 20 حتى 30 كرت ولما تبدأ اللعب بيكون معك بس أربع كروت وفي بداية اللعبة يمديك تلعب بيا بيوكي أو بسيتو كيبة وكل ما تفوز راح تقدر تكسب شخصيات أكثر ويمديك تكسب كروت أكثر عن طريق انتصارك ضد اللجندري دولستس فالورانت واحدة من أنجح لعاب التصويب بالمنظور الأول في الفترة الأخيرة وفيها شريحة كبيرة من الشخصيات المختلفة اللي تعطيك مهارات عديدة أسلوب لعبها وصفها الكثير بأنها خليط من لعبة أوفرواتش على لعبة التصويب العريقة كاونتر سترايك في بداية كل جولة راح تبدأ بفرد وعلى حسب أدائك في الجولة وأداء فريقك راح تكسب فلوس وتقدر تشتري أسلحة أكثر تعزز لك في اللعب الشخصيات هنا متنوعة وكل واحدة تجينه من دول مختلفة وأحد أمتع الأطوار فيها هو سبايك راش اللي فيه مؤقت القنابل أسرع بمرتين فأنت وفريقك لازم تكونوا سريعين وحذرين وبنفس الوقت الأسلحة بتكون عشوائية في كل جولة وكل اللاعبين بيكون عندهم نفس السلاح فالورانت حتى الآن متوفرة بس على البي سي سلج لايف هذي أيضا لعبة بالمنظور الأول لكن في عالم مفتوح وتتمح ورحول الاستكشاف رح تتمشى فيها في جزيرة داخل كوكب مغطى بالمخاط وكل اللي تسويه بتقعد تستكشف وتلطخ مناطق عديدة باللعبة من أنك تجي وتقعد تصبغ مناطق حول الجزيرة وماذا مليت من التصبيق دور لك عن أي جهاز وحمل عليها ألعاب مختلفة حتى تضيع وقتك في هذا العالم الغريب وعندك عدد من الشخصيات اللي تقدر تكلمهم وتنفذ لهم مهمات شاطحة اللعبة أيضا فيها ثلاث نهايات مختلفة ومثل الععاب GTA القديمة فيها زر خاص يخليك تطلع صوت معين ما أتوقع أحتاج أعلمكم وش هذا الصوت اللعبة بس على البي سي ومتوفرة الآن على متجر أبك دونتلس الكثير منكم سمع عن مونستر هنتر وممكن ما حبي خاطر بفلوسه ويجربها دونتلس هي لعبة تشبهها إلى حد كبير وهي لعبة من المنظور الثالث وبتقعد تقتل فيها عدد كبير من المحوش بأشكال مختلفة ولما تذبحهم بتاخذ منهم موارد تقدر تصنع منها دروع وأسلحة وفي كل قتال لازم تكون مركز على حركات الوحش لأنه أي خطأ بيخليك تتراجع وتقعد تعالج نفسك شيء ثاني لازم تركز عليه طبعا هو طاقتك وعداد الحيوية حقك لما تيجي تطرب الوحوش كل قتال مع الوحش بياخذ منك تقريبا 20 دقيقة وبتقدر تلعب اللعبة بشكل فردي أو جماعي دونتلس متوفرة على كل المنصات المختلفة بشكل مجاني عندنا أيضا لعبة كروت أخرى هارتستون تعتبر من أشهر ألعاب الكروت الرقمية وهي مبنية لعالم واركرافت لدرجة كان اسمها مبدئيا هو هيروز أوف واركرافت ورح تحصل فيها نفس العناصر من واركرافت من الشخصيات والمعالم طبعا مثل ألعاب الكروت فيها تبادل الأدوار وكل لاعب بيكون عنده مجموعة كروت تتكون من 30 كرت مع اختيارك إلى بطل واحد يتميز بميزة خاصة وكل لاعب يكون عنده مانا كريستلز محدودة يستعملونها حتى يستدعون محوش ويضربون خصمهم وهدفك هنا هو التخلص من بطل خصمك وتقدر تكسب كروت جديدة عن تنفيذ مهمات معينة وفوزك في أكثر من مباراة هذا السور متوفر الآن على كل الأجهزة الذكية والبي سي League of Legends واحدة من أكثر ألعاب الموبة شعبية إنما كانت الأشهر هذه واحدة من الألعاب اللي ما يحتاج نشرحها لأن الكثير مننا نلعبها وقضى ساعات كثيرة يلعبها مع استقاء ودعم شركة رايت لها مع تقديم تحديثات وشخصيات خلت اللاعبين يستمرون بلعبها لسنين غير هذا الدعم فأيضا رايت تحرص دائما في دعم اللاعبين من تكوين لها بطولات عالمية بجوائز تصل إلى الملايين Star Wars The Old Republic هي واحدة من أضخم ألعاب الممو وهي مبنية طبعا على عالم Star Wars ومن تطوير فريق بايو وير العريق وحداث اللعبة تبدأ لما أعلن السلام بين إمبراطورية السيث والغالاكتك ريبوبلك اللعبة فيها ثمان كلاسات مختلفة وثلاث قصص معينة يمر فيها اللاعب كل ما يرتفع مستواه ورح تكون مخير بإنضمامك إلى الغالاكتك ريبوبلك أو الإمبراطورية وهل بتكون مع الظلام أو النور؟ اللعبة حققت نجاح كبير ويقال إن ميزانية تطويرها كانت مرة مرتفعة لكن بعد ثلاث أيام من صدورها أكثر من مليون لاعب سجلوا في اشتراك حتى يقدرون يلعبونها طبعا ما يحتاج أنكم تفكرون بهذا الاشتراك لأن اللعبة حاليا مجانية وتقدرون تحملونها الآن على البي سي راتشت ان كلانك هذه اللعبة تعتبر مبنية على أحداث راتشت ان كلانك مثل القنبلة اللي جاي على الشكل ديسكو تخلي كل الأعداء يرقصون لما ترميها عليهم هاللعبة متوفرة الآن بشكل مجاني على البلاي ستيشن فور وآخر لعبة معنا هي لعبة باتر ريال من يوبيسوفت هايبر سكيب مثلها مثل باقي ألعاب الباتر ريال فأنت تحاول النجاح حتى آخر لحظة بينما الخريطة من حولك تصغر ولما يبقى منطقة واحدة بس بيظهر تاج إذا أحد قدر يلبسها المدة الدقيقة راح يفوز مباشرة بدون ما يذبح أحد الجو العام للعبة مستقبلي بحت وفي اللعبة أصلا تشوف الشخصية تلبس نظارات واقع افتراضي حتى تلعب طبعا النقطة ثانية تتميز فيها هايبر سكيب هي بأنك راح تحصل مهارات في كل أنحاء الخريطة تسميها اللعبة هاكس كمثال أحد هذه المهارات تخلي اللاعب يصير كرة كبيرة ولحظتها ما راح يتضرر من طلقات الرصاص طابعا اللعبة مختلف مميز وتقدرون تجربونها بنفسكم على البي سي والبلاي ستيشن فور والإكس بوكس وان إذن هذه كانت عشر ألعاب مجانية تقدرون تلعبونها الآن شاركونا بالتعليقات بأسماء العاب مجانية تحبون تلعبونها كان معكم نوف النغموش يعطيكم لافع المتابعة ومع السلامة